مرحبا بكم، نقدم لكم في هذا الفيديو معلومات عن تحديد كوفيد-19 للحفاظ على سلامة العاملين في القطاعات الرئيسية. أعلنت حكومة فيكتوريا عن تغييرات في أوامر الوباء لتصبح سارية المفعول، اعتبارا من الساعة الثانية 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 12 من كانون الثاني. يستجيب هذا الأمر للمخاطر المتزايدة جراء تعرض العاملين المهمين لكوفيد-19 وقربهم من الأشخاص المعرضين للخطر، وزيادة مخاطر انتشار الفيروس في أماكن عملهم، والحاجة إلى حماية الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية. متطلبات الجرعة الثالثة للعاملين في القطاعات الرئيسية يجب أن يحصل العاملون في القطاعات الرئيسية فعلياً على التطعيم الكامل لجرعتهم الثالثة قبل السماح لهم بالعمل في الموقع. ينطبق هذا الأمر على العاملين في قطاع الرعاية الصحية ورعاية المسنين، وخدمات الإعاقة، وخدمات الطوارئ، والمرافق الإصلاحية، وأماكن الحجر الصحي، وتجهيز الأغذية وتوزيعها. لا يتم تضمين موظفي السوبر ماركت العاملين بالقطاع الجزئي. يجب على العمال المؤهلين للحصول على الجرعة الثالثة. الحصول على جرعة ثالثة قبل يوم السبت الموافق 12 من كانون الأول. سيطلب من العمال غير المؤهلين بعد للحصول على جرعة ثالثة. الحصول عليها في غضون 13 وأسبوعين من الموعد النهائي بتلقي الجرعة الإلزامية الثانية. إغلاق صلاة الرقص الداخلية يجب إغلاق صلاة الرقص الداخلية في أماكن الضيافة والترفيه من الساعة الثانية عشر مساء يوم 12 كانون الأول. يسمح بصلاة الرقص الداخلية في حفلات الزفاف، ولكن لا يزال يتعين على مضيفي حفلات الزفاف والضيوف. النظر في مخاطر صلاة الرقص واختيار تحديد موقعها في الهواء الطلق إن أمكن. زوار مراكز رعاية المثنين يسمح بما يصل إلى خمسة زوار يومياً، ولكن يجب على الزوار رجع نتيجة اختبار المستضد السريع RIT سلبية قبل الدخول في حالة عدم توفر اختبار المستضد السريع في المرفق. لن يسمح للمقيمين بأكثر من زائرين اثنين. يتوجب على الزوار في المستشفيات تلقي جرعتين من اللقاح أو إعادة نتيجة اختبار المستضد السريع سلبية قبل الدخول. يجب على الزوار البالغين الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل ارتداء قناع N95 أثناء زيارتهم. لا تزال الأقنع القياسية للوجه الزامية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية سنوات فما فوق. ولضمان استمرار وصول الإمدادات الغذائية الأساسية لسكان ولاية فيكتوريا، يمكن إعفاء العاملين في تصنيع أو توزيع أو تغليف المواد الغذائية والمشروبات، بما في ذلك أعمال السوبرماركت من متطلبات العزل نتيجة التواصل مع شخص مصاب لحضور العمل، إذا تم تجربة طرق أخرى، أو إذا كان ذلك ضروريا لمكان العمل لمواصلة العمل. ولتقليل المخاطر، يجب أن يكون العمال المعفين بدون إعراض، وإجراء اختبار المستضد السريع يوميا لمدة خمسة أيام، وإرجاع النتيجة السلبية قبل حضور العمل، لا يمكنهم الدخول إلى مناطق الاستراحة المشتركة، ويطلب من أصحاب العمل تمكين وقت الاستراحة الفردي. بالإضافة إلى ذلك، يجب ارتداء أغطية الوجه باستقدام أقناعة التنفس N95 أو P2 إن أمكن. يجب أن يوافق كل من العامل ومكان العمل على عودة العامل. وأخيرا، اعمل من منزلك إذا استطعت. احصل على جرعة معززة إذا كنت مؤهلا. إذا كانت لديك أعراض شبيهة بالإنفلونزا، فلا تذهب إلى العمل أو المدرسة، ولا تفترض إنها مجرد نزلة برد. يرجى إجراء الاختبار على الفور.